السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم أيها المشاهدون الكرام سأناقش اليوم أمامكم أهمية وفوائد صيام يوم عاشراء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشراء فقال ما هذا فقال ما هذا يعني فاسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأغرق آل فرعون فصام موسى عليه السلام شكرا لله فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم نحن أحق بموسى منكم فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأيضا قال صيام يوم عاشراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وأيضا قال صوموا قبله يوما أو بعده يوما يعني صوموا يومين يوم التاسع ويوم العاشر أو يوم العاشر ويوم أحد عاشر لماذا؟ لأن هذه مخالفة لليهود وفقنا الله تعالى جميعا على التوفيق أن نصوم يومين آمين وآخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وفقنا الله سبحانه وتعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى وفقنا الله سبحانه وتعالى و baby javens وفقنا الله سأتحدث لكم المهمة المهمة و المهمة في النوم عشرة من الحديث من الله صلى الله عليه وسلم ما هو عشرة؟ المهمة عشرة يصبحت من المهمة عشرة يعني عشرة في عرب 10 المهمة عشرة هو 10 دي محرم ابن عباس رضي الله عنه قال المهمة عشرة صلى الله عليه وسلم أصبحت إلى مدينة وقرأت إلى مدينة يعني يهودين في النوم عشرة قال ما هذا؟ أعني لماذا تقرأت في النوم عشرة؟ قالوا هذا هو مدينة في هذا المدينة عندما الله سبحانه وتعالى موسى صلى الله عليه السلام وقرأت إلى مدينة وقرأت إلى فرعون وقرأت إلى مدينة وقرأت إلى مدينة موسى عليه السلام فرعاً في هذه النوم وفرغ ملتينة لذلك ثم القرأة صلى الله عليه وسلم قال لدينا مدينة tyckerى أنك فرعاً ثم القرأة صلى الله عليه وسلم فرعاً في هذه النوم ودخلت للمدينة في حجرة هذا الحديث من سحية البخاري والمسلم اخرى من سحية المسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرى من سحية المسلم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتنه نبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرى من سحية المسلم اخرى من مسنض الاهمد اخبر المسلم نبيًا من سحية المسلم أعني أنه إذا أريد أن ترغب على عشرة في الحالة فهذا يجب أن ترغب على دوة دي أيضاً نائنة المحرم و نائنة المحرم أو نائنة المحرم و نائنة المحرم لماذا؟ لأن هذه مخالفة لليهود لذلك سنة الثالثة سنة أحد أحدث من بيحاق و قال الله سبحانه وتعالى أنه سنة الثالثة سنة الثالثة سبحان الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم May Allah سبحانه وتعالى grant us all the توفیق to fast on the day of عشرة آمين و آخير دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله سبحانه وتعالى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر